نشر مدرس الدين الإسلامي النمساوي والإمام أمير محمد الأمين كتابه الثاني المقيم في كلاجنفورت بعنوان هل القرآن أخطر من كورونا وذلك ردا على السياسي المثير للجدل رئيس حزب الحرية اليميني نوربات هوفا الذي قال في يونيو 2020 بأن القرآن أخطر على النمسا من فيروس كورونا وتم الرد على انتقادات المعلمة سوزانا فيزينجا في كتابها على كالتور كامف في المدارس النمساوية وإبطالها ويحتوي هذا الكتاب على مجموعة متنوعة من المراجع حول الموضوعات التي تتم مناقشتها حاليا مثل الشريعة وحرية التعبير وحقوق المرأة والإرهاب وينقل الكتاب عن مواضيع وصفها بأمور تبقى سرية في الغرب وبشكل عام هذا الكتاب الذي سينتشر في ألمانيا وعن نمسا وسويسرا يقدم لمحة عامة عن الإسلام في أوروبا والنقاشات الجدالية حوله وفي حديث خاص للإمام محمد الأمين لإنفجرات قال لقد حاولت نشر خبر عن الكتاب في وسائل الإعلام النمساوي وفي البداية أبدت وكالة الأنباء النمساوية اهتماما شديدا حيث قام أحد مراسليها بإجراء حوار طويل وعمق معي وبعد قضاء لساعات من أجل النجاح من أجل إنجاح الحوار وشرح ظروف محتويات الكتاب جاء الرد من الوكالة بأنهم يعتذرون عن النشر دون إبداء أسباب واضحة ووسط ظهول المراسل من القرار وأضاف الأمين في حواره مع إنفجرات حاولت إرسال خبر نشر الكتاب للعديد من الصحف ولكن جميعها لم تكلف نفسها عن الرد علي وقال الأمين تواصلت مرارا وتكرارا من الهائة الإسلامية في النمسا مع الهائة الإسلامية في النمسا بشأن الكتاب ومحتوى وأرسلت لهم نسخة منه ولم ألقى منهم أي رد ولا حتى شكر على المجهود الذي بذلته من أجل إظهار صورة كل مسلم في النمسا بشكله المعتدل والمتسامح فعلا إنه شيء محير أن تقف الهائة ضد ما قمت به حسب تعبير الأمين وقال أستغرب من طريقة التعامل هذه في النمسا من طرف الإعلام وهيئات تمثيلهم الشكلية ولهذا يعني أنه يجب على المسلم أن يبقى صامتا مهما انتهكت حقوقه أم أنه يجب أن يكون متحذبا سياسيا أو دينيا أو أنه مرتبط بمشروع خارج النمسا حتى يتم الدفاع عنه أو تبنى أفكاره وهذا هو الكتاب نستعرضه أمامكم يسمى الكتاب لأمير محمد الأمين وتعليقا أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ أمير محمد الأمين صاحب كتاب هل القرآن أخطر من كورونا من كلاجنفورت جنوب النمسا مساء الخير أستاذ أمير مرحبا السلام عليكم أهلا أستاذ أمير بكل بساطة لماذا نشرت هذا الكتاب نشرت هذا الكتاب لأسباب عديدة سألخصها في نقاط أولا لأن هناك مناقشات كثيرة تدور حول مسائل متعلقة بالإسلام وبدوره في الغرب هل الإسلام جزء من أوروبا أم لا وقضايا تطرح كقضايا الإرهاب وهناك من يحاول ربط هذا الدين بالإرهاب ومن ثم يكون كل مسلم متهم بطريقة غير مباشرة وهذا يؤدي إلى مشكلة في المجتمع وعزل وهذا ليس من صالح النمسا ولا من صالح أوروبا فلهذا الفهم الصحيح للدين الإسلامي من قبل الأوروبيين يساعد في تقوية النسيج الاجتماعي وأيضا يعني تجنب كثير من المشاكل مع المسلمين طبعا هذا السبب وبما أنني أقمت مدة طويلة في النمسا وحصل حوار مع أناس من الكنيسة من خلال جمعية حوار الحضارات وكذلك مناقشات في المدارس وكذا وطلعت منها بفوائد فقلت حصيلة ما استفدته أخرجه في شكل كتاب هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هناك إحدى المدارس عندنا في كيرتين قامت بتوزيع أو في الحقيقة مدرستان قامت بتوزيع كاريكاتورات رسومات مسيعة للنبي صلى الله عليه وسلم عام 2015 تلك الرسومات التي نشرت في فرنسا والتي تظهر النبي صلى الله عليه وسلم في أبشع الصور ولا أريد أن أقول فأي صورة أظهروه وقامت المدرستان بإجبار التلاميذ في إلصاق هذه الرسومات على دفاترهم فالتلاميذ تأثروا وذهبوا إلي وبعضهم رفض وحصلت مشكلة وأنا حاولت علاج هذه المشكلة بالحكمة وتكلمت مع مدير المدرسة قال هذه حرية رأي ولكن سمح لي أني أشارك في حوار في المدرسة ونحو ذلك وكان هذا هو السبب الثاني والسبب الثالث ما زعمته سوزانا فيزينغا في كتابها عن صراع الحضاري في فصول المدارس النمساوية وهي لم تقل الحقيقة لأنني أيضا مدرس وأريد أن أطرح الحقيقة هي كتبت من منظور يميني متشدد وإن كانت هي هي من الحزب الاشتراكي الشيء الآخر أو السبب الأخير هو المسألة أخرى يعني نعم زيرازين في ألمانيا قام بكتابة كتب أسافئة إلى ديننا وإلى المهاجرين عموما أيضا طرقت لقضية المهاجرين والمساجد ودورها الإيجابي في النمسا وكان للهاية الإسلامية يعني أنا لا أريد أن أتكلم هنا عن الهاية الإسلامية كثيرا ولكن أقول كان ينبغي للهاية الإسلامية أن تعنى بهذا الموضوع لأنه يهمها أستاذ أمير لأنه موضوع يهمها أستاذ أمير ذكرت في تصريح لإنفقرات أن الإعلام النمساوي تجاهلك بشكل مقصود ما حقيقة هذا الأمر ولماذا تم تصرفك بهذه الطريقة أنا أظن لأن لا أقول كل أجهزة الإعلام لكن كثير من أجهزة الإعلام النمساوية تحتاج إلى الحيادية وللأسف هذه لا توجد فيها كما يجب أو على الأقل في كثير من الصحفيين ولهذا إذا كان الخبر ينسي إلى المهاجرين أو إلى المسلمين ينشر وإذا كان إيجابيا أو يعطي معلومات صحيحة عن الدين لا ينشر الخبر وأظن هذا يدخل في هذا السياق لأنه مثلا قبل عدة سنوات قامت إحدى الصحف هنا في كيرتن بنشر موضوع عن الإسلام في تسع حلقات أنا اطلعت على هذا الموضوع في حلقاتي التسع ووجدتهم أولا قاموا باستضافة أشخاص غير مسلمين فولوتولوجين وأشخاص يعني مجال ولا يمتازون بالحيادية والمعلومات كانت خاطئة إنما كرروا التهم التي كل التهم أو أكبر التهم التي تساق ضد الإسلام في هذه المقالة فلما كتبت إلى تلك الصحيفة وعندهم مجال للرد رفضوا نشر الرد وأنا عندي حتى الآن الرسالة منهم التي رفضوا فيها نشر الرد ولم يبدوا الأسباب أنا بيّنت لهم بالأدلة من القرآن ومن التاريخ بأن ما قالوه في بعض الموضوعات غير صحيح وحتى ما صح منه لم يبينوه بصورة كاملة لكن للأسف لم ينشروا ذلك الكلام وإزداد الناس بغضا للدين وإزداد وإزداد يعني إزداد هذه المشكلة تعقيدا يعني المشكلة ليست في الإسلام ولكن المشكلة في علاقة كثير من الغربيين أو كثير من الجهات بهذا الدين وجهلهم بهذا الدين وأحيانا يتعمد نشر معلومات مغلوطة عنه لتحقيق أهداف معينة تمام أستاذ أمير أيضا أخبرتنا أنك تواصلت مع الهيئة الإسلامية في النمسا والتي من المفترض أن تقوم بالاستجابة لهذا العمل باعتبارها أنه يعني يمثل تعبيرا وردا حضريا على تصريحات نوربرت هوفا الرئيس السابق لحزب الحرية وقلت أنهم أيضا لم يردوا عليك مع أنك تواصلت معهم لعدة مرات لماذا تصرفوا أيضا بهذه الطريقة هل شعرت أن الهيئة تتصرف بسياسة الكيل بميكالين لا أنا لا أقول يكيلون بميكالين لكن عندهم موقف شخصي مني والشيء الآخر أنا أظن أنهم يتوخون الحذر لكن يتوخون الحذر أكثر أكثر من اللازم يعني هم يخافون من ردة الفعل وتحصل مشاكل وكذا لكن الإنسان يجب أن يتحلى بشجاعة أكثر وطبعا نحن وإن كان أنا أنتقد بعض الأشياء على الهيئة الإسلامية إلا أنني يعني أقول نؤيد الهيئة ونصلحها يكون طريقة أفضل نؤيدها فيما أصابت ونذكر لها ما أخطأت فيه ولأن وجود هذه الهيئة خير للنمسا وخير للمسلمين هنا لكن على كل حال الحق يقال تنتقد الهيئة على هذا الموقف وأما الصحف النمساوي فأضرب مثال على وكالة الأنباء النمساوية كما أنتم ذكرتم أجرت معه حوارا مطولا وبعد ذلك رفضوا نشر الحوار وحصلت بينهم مناقشة حادة جدا وتناقشوا كما علمتم من أحد الصحفين حول نظرية داروين التي وردت في الكتاب وأنا إن شاء الله سأهدي لهم شيئا طيبا في النسخة القادمة من الكتاب سأكتب عن نظرية داروين ونقضيها وإن غضبوا من ذلك يعني هذا يدخل في حرية الرأي كيف يعد نشر كاريكاتورات مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم من حرية الرأي ونقض ونقض نظرية داروين ليس من حرية الرأي قبل عدة سنوات سمعت أن شون بورن الكاردنال النمساوي قال شيئا عن نظرية داروين وبعضهم هاجموه أنا ما أعرف لماذا يعني يهاجمون من ينقض هذه النظرية وهذه النظرية نقضها علماء في البيولوجيا وهناك حقائق كثيرة تدل على عدم صحتها لو نحينا الدين جانبا من الناحية البيولوجية العلمية فنظرية داروين يعني هناك من نقضها بأدلة قوية جدا ونحن أفكر هذا في النسخة القادمة من الكتاب إن شاء الله أستاذ أمير خلينا في موضوعنا لماذا برأيك تصرفت الهيئة الإسلامية معك بهذا الشكل رغم أنه من المفترض أن يكون لها استجابة لهذا الأمر بما أنها إسلامية أنا لا أعرف الأسباب بالضبط لكن الأسباب التي ذكرت وهي التي أظنها ولكن أنا يهمني في هذا المجال بأن أؤكد على حقيقة مهمة الهدف من كتابتي لهذا الكتاب أو نشر هذا الكتاب هو هدف جيد يعني إذا عرفه وحتى غير المسلمين سيتفقون فيه معي الهدف ولهذا أنا في هذا الكتاب لم أسيء إلى أحد حتى إنني مثلا قد اقتبست من القرآن واقتبست من الكتاب المقدس عند النصارى وذكرت الأشياء التي يتفق عليها المسلمون والنصارى وذكرت حصة مشتركة بيني وبين مدرسة كاتوليكية عن المحبة في الديانتين وكيف وأن الحصة كانت مثمرة للتلاميذ المسلمين والتلاميذ النصارى في نفس المدرسة التي حصل فيها نشر الكاريكاتورات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم وطبعا الكتاب يدعو إلى التفاهم المشترك وإلى نبذ الإرهاب طبعا أنا أدنت عملية الإرهاب التي حصلت في فيينا قبل أكثر من سنة وشرحت الآيات التي يسأ فهمها أو بعض أجهزة الإعلام لا تفسرها تفسيرا صحيحا فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتل المشركين حيث وجدتموهم هذه تفسر تفسيرا خاطئا وهذه الآيات هذه الآية وردت في سياق معين وفي أحوال معينة في حالة معينة في السابق فهي لا ليس مسلما شكرا لك أستاذ أمير محمد الأمين لانضمامك إلينا وتعليقك على هذا الأمر أشكركم ولكن أذكر شيء أخير وهو أن هذا الكتاب تضمن الدور الحضاري للإسلام في السابق والدور الذي يمكن أن يلعبه في المستقبل والدور الذي يمكن أن يقوم به المهاجرون في أوروبا فهذا هو المقصود يعني أن الفهم المشترك من كلا الجانبين المجتمع الأوروبي والمجتمع المسلم الذي هو جزء من المجتمع الأوروبي أردت بذلك أنه تحقيق السلام والسلم الاجتماعي والتفاهم المشترك إن شاء الله بارك الله فيكم كان معنا أستاذ أمير محمد الأمير من كلاجنفورت مؤلف كتاب هالقرآن أخطى من قرونة شكرا لك بارك الله فيكم وشكرا لكم للاستضافة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ترجمة نانسي قنقر